انا وريت حضرتك يا نهري سويد ايه رأيك لا 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 طب جاسر قال نفس الكلام جاسر جاسر عرضونا الاساس جاسر رياض اللي هو جاسر رياض قال ايه على شاشة قناة النادي الاهلي ايضا اتفضل عشان الدكتور خالد المستشار خالد يشوف اللي احنا كنا بنشتغل بدمير ازاي وعشان نزهر كلمة الحق اتفضل ايه اللي بيجرى ده حنعرض الكلام ده بعد شوية جاهزو تاني يا جماعة خليني اقول لحضرتك اللي الكلام ده قبل ما يبقى فيه انتخابات عشان دي كلمة الحق الراجل ده قال كلمة الحق قبل ما يدخل اي انتخابات هي الناس اللي بتخسر كل اللي قالوا معانا كلمة الحق غسر لا اما بيخسروا عشان قالوا كلمة حق الخالد زين محسوبين عليك اه طبعا الناس يكون لها بما فيهم هم الاول امي ما عايز اقول لك حاجة ما فيش رئيس التحاد فيك يا مصر الا ما كان وراه خالد زين يعني من ضمن الحياة اللي بتدحكني خالد حمودة ربنا هو قاعده في شر اعمال ليه هو عارف انه لنزل انتخابات هيصقف بالسلس وماش هينجح فقاعد معه شهام يعيني اه فبيقول له له مرشح حسام ناص فبيقول له انا هو عايز يعمل ايه ييجي يقف معاك انت كريس تيجي انت رئيس التحاد وبعدين تزقه على اللجنة الولمبية يعني يبقى برضه عنده حتة النكيكة سيادة العميد في حد يعمل كده فعملوا تصويت اترفض اترفض يعني انا انا باعترف قدام الجمهور قدام شعب مصر انا اخطأت في حق الرياضة المصرية لاختياري هؤلاء انا اللي اخترت في المستشار للأسف معانا خمسة كانوا هنا موجودين معانا في البرنامج منها اللواء جسر رياض انا نبسل اسمع نفس جسر علي عم بيحاول اجاهزة الحضرية وعايز اكلم سامح سامح لازم يقول كلمة حق لا سامح لازم يقول كلمة حق لا سامح لازم يشال منك تسعة وتلاتين هاي اعنوة ما تتكلم كلمة حق انت مستني ايه مش عارف انت يا سامح مستني ايه لازم تقول كلمة حق خلاص الناس دي لو عملنا البدع هم ليهم انتجاه لضمار الرياضة المصرية خلاص وبعدين القمم والناس المحترمة لو بتفكروا صح شيلوا ديكوا وبعدوا انا بنصح كل واحد محترم ما يخشش في هذه المواطرات لان ليه نهاية ونهايتها ورايب اوي سابت المستشار مرة تانية كان معانا خمسة اي وبدون اي تخطيط وما اقدرش افرد على قامات يقول ايه وما يقولش ايه دي نقطة مهمة كابتن حمد المصري دخل قال كلمة الحق تخص النادي الاهلي اللي بيعمله الاهلي صح اللي هو اسمح مباشر دخل عصلك شويتين بس قال قلوله ورجع قال قال صح اللي بيعمله النادي الاهلي صح بالزبط ومية في المية صح رقم ثلاث الدكتور علي حسب الله حدوك شفته مرة تانية وعالي محترم جدا وصادق تمام يعني لا انتخابه لو انت الدكتور علاء مشرب بيط طبع اهلاوي كم بيشارك في النادي الاهلي ادي كده اربعة اللواء جاس الرياض ادي كده خمسة معايا 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 النهاردة نتصار خالد زين ايه رأيك في اللي قالوه في مشكلة النادي الاهلي وحنا على شخص النادي الاهلي على كلمة حق طبقا لقانون اللي انا مش مقتنع بي لكن حق النادي وانا قلتلك في اولي التسانيات 92-32 كنت بنقود انتخابات وكنت انا ضمن اللجنة العليا لانتخابات الزمالك ونادي الشمس ولما كانت الاعداد كبيرة اوي والسادة المستشارين ما ادروش وانا كنت اول من ادخل فكرة الرقابة القضائية ووفقني عليه على طول الدكتور عب منا ومارة ربنا اديله صحة وجيبنا مجلس الدولة وانيابة الادارية وقضايا الدولة وراقبنا هذه العملية الانتخابية ولما السندي تم تشمحها بواسطة السادة المستشارين وفرزنا على يومين وثلاثة يومين وثلاثة ايوه من عشرين سنة من عاجة وعشرين سنة من عاجة من أكتر من خمسة وعشرين سنة السين الكلام ده رسمي لا ما احنا عارف ليه اسمع بقى مني اول هيعجبك اول الكلام ده على مزاجه اولي عم شايت عشان احنا من عشرين سنة عملناه على يومين وثلاثة وبعد عشرين سنة خمسة وعشرين سنة خمسة وعشرين سنة بنعظم دور الجامعة الامومية بنوسع قاعدة المشاركة بنديق على الناس يعني اوانطة والله كل ده اوانطة اوانطة مدلس ادارة النادي الالي لما ينحاز لجامعيته العمومية وانت واقف المفروض الدولة بتسهل انحيازك وتسيب الناس تختاره طبعا ديمقراطية ديمقراطية ها ديمقراطية اصل فيه نقطة عايز اولهاي لك انت امت الدولة تبتدي تحط عينها لما تلاقي الموضوع افراد لكن لما تخش الدولة تبص على فيه ستين سبعين الف جاي خمستاشر عشرين الف يضلب صوتهم يعني من اكبر الجامعيات العمومية نادي الشمس اكبر اعداد بتروح نادي الشمس ماينفعش رميلها في يوم انسى وده مقر واحد فالدنيا مش سهل بالنسبة له النهاردة الدولة اللي ما تتفكر هتقول انه ممكن يجي عناصر الدولة مش عايزها محدش يقدر قول دي ليه لانك انت المؤسد انت مش هدر تقصر على ستين سبعين الف صوت مش هدر تلعب في دماغ عشرين الف واحد ده كلام احبل لكن انت ممكن تلعب في وسط مثلا ايه خمسين ستين نفر ست المستشار